اسهل بنات ممكن تعلقهم هم صحاب اختك ليه بقى لان هما بيجوا البيت طول الوقت طول الوقت مش واخدين اخوانا طول الوقت بتعمل معاك عينك اخوهم فدي بتبقى اسهل بنات انك انت ممكن تعلقها وانا هي كنت معلق كل اصحاب اختي والوحيد انا ما كاتش طعف كات اختي افتكر حاجات عن العواطف مثلا لما تيجي تقابل واحدة في كم حاجة كده ما تعملهاش وكم حاجة تعملها مبدئيا لازم تبقى على طبيعتك اللي اذا كنت معفن فده موضوع تاني يبقى ما تبقىش على طبيعتك اجزب سنانك وريح ببقك لازم تغسلها جالي واحد مرة ويقول لي عايزة راح قابل واحدة الاول مرة في حياتي ومش عارف ايه وبتاعك بصراحة اول حاجة عملت له قلت له اعمل كم فقلت له اخسل سنانك ما تعملش وكل نيابة روحتي فين جيتي منين الساعة كم اعمت كسمها ايه بتاع مش عارف ايه سيب شوية حاجات للتليفون بالليل يعني سيب التليفون بالليل يتكلموا كده وتعرف عنها شوية حاجات وعندين حكاية تتطور ولبس ايه والحكاية اللي عارف ايه دي انتو كلكم كده والنصيحة برضو نصحته نصيحة انه ما تتمشاش بيها في حتة كده يبقى فيها شبان وبتاع لانه ممكن حدي عكس فمتش هتعرف تعمل فيها شهم وبتاع والجو بتاع ايه مرضيتش هتخاني عشان ما بهد الكيش معايا والجو ده خلاص يعني عارفوه وبعدين اه انا سألته هي غنية ولا كويسة ولا بتاع فقال لي والله لا قلت له لا يعني دور على واحدة غنية يا ابني لانه يعني اللي بيفضل في النهاية الفلوس يعني واخد واحدة فقيلة والله انا خاف الناس تاخد الكرام ده بجد على فكرة وانا مفروض راجل يعني قدوة جلك بقى جلك دي من حاجات المهمة بانطلونك انا كنت جايب شوية بانطلونات من السعودية يانهاري السود ومنية تبخلني السجن كنا احنا نقبل الاجازة يما نيجي نازلين نقوم نازلين سوق جايبين شوية بانطلونات وشوية تيشرت كان عندي بانطلون كان ستريتش شوية كان جينس وكان عليه تعبان والله لا علي كان مرسوم عليه تعبان لافف عن رجلي كده تعبان مرشوش بالاسبريه ابيض والبانطلون ده كان ايه ده كان بيوقف بانا على رجل بانا دي البلد اللي انا منها كنت اشيك شاب بانا كنت مامشي واعمل شعري سشوار والله العظيم والبانك ده كان زمان وكده فحاولت اديله شوية من النصيح بتاعي طبعا هتموت وتعرفه اروح اعمل ايه وهب بايه بس انا معرفش حصل فيه الغد الوقت دايما حزاري وتاخد بالك من صاحب صاحبتك الانتيم صاحب صاحبتك الانتيم ده دايما في الغالب بيبقى اسمه بودي كوكي والحاجات اللطيفة دي وده هو بيعمل حاجات دي لانو صاحب صاحبتك الانتيم ده دايما بيبقى يحب صاحبتك اصلا عشان عشان تبقى عالف وهي مش بصاله ففورا بيتحول الى صاحب صاحبتك الانتيم يا بودي ده خوية ده ازاي بيتفاق بودي وبتاع بودي ده لابت في الدرة وهو عامل نفسه بودي وهو مش بودي ولا حاجة وهو راجل عادي وممكن بيبص لصاحبتك بشكل كده مش لطيف وبودي ده اول واحد بيأسفنك يعني اول واحد لما هيشوفك مع اي حد حتى لو صاحبتك الانتيم هيروح يقول ان انا شفت صاحبك في حزاري انا والله عمري متلسعت ولا اي حاجة متلسعت الحاجات بتاع صاحب صاحبتك الانتيم عندي واحد انا تشور على نفسه رسالة الى بودي يا بودي ملكش دعوا بصاحب صاحبتك بودي 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 ملكش دعوا بودي بودي اشتركوا في القناة